هذه أبرز العناوين ولد راقراجي يستعد للمنادات على زياش الجديد لا يصدق بيدروس يفاجئ فرنسا ويتخذ قرارا مفاجئا على لاعبات المنتخب المغربي قبل المباراة الموت يفجع لاعبة المنتخب المغربي النسوي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ولد راقراجي يستعد للمنادات على زياش الجديد يتجه موده ريبو المنتخب المغربي ولد راقراجي نحو فتح باب الفرص للاعبين جدد للإندمام لصفوف منتخب أصود الأطلس ومن المتوقع أن يواجه المنتخب بورك نفاسو في مباراة ودية يوم الثاني عشر من شتنبير المقبلة في مدينة لنسا الفرنسية وبعدها سيلتقي منتخب ليبيريا في السابع عشر من الشهر نفسه ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبلة وذكر موقع العربي الجديد أن ولد راقراجي يعتزم استدعاء مهاجي مينادي تفينت الهولندي يونس طاها الإدريسية المعروف باسم زياش الجديد في الأوساط الرياضية الهولندية ويهدف راقراجي إلى منحي الفرصة لللاعب مع المنتخب المغربي الأول بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي في نهاية كأس أمم إفريقيا تحت الثلاثة والعشرين سنة التي توجبها المغرب ومن المتوقع أن يتم استدعاء اللاعب يونس طاها البالغ من العمر عشرين سنة فقط مما قد يشكل تهديدا لمكانة مواطنه أسام الإدريسي لعب نادي إشبيليا الإسبانية ويبدو أن أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي لم يكونوا مقتنعين بمؤهلته الفنية والبدنية بعد أدائه في المباراة الأخيرتين ضد رأس الأخضر وجنوب إفريقيا ويسعى الجهاز التدريبي لإتحاة الفرصة للاعبين الشباب لاختبارهم في المباراة القادمة استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقبلة لا يصدق بيدروس يفاجئ فرنسا ويتخذ قرارا مفاجئا على لاعبات المنتخب المغربي قبل المباراة يخوض منتخب سيدات المغرب مباراة مصرية ضد نظره منتخب فرنسا الثلاثة القادمة ضمن الدورة الستة عشر لبطولة كأس العالم التي تحتضنها أستراليا ونيوزيلاندا وتستمر حتى العشرين من غش الجارية وحقق منتخب لبؤة الأطلس إنجازا غير مسبوق بالمرور إلى ثمن نهاء مونديال السيدات في أول مشاركة لها ليسير على خطى منتخب الرجال الذي بلغت دورة نصفا نهائية كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الباهر وتأمل لعبات المنتخب المغربي للسيدات في مواصلة حصد النتائج الإيجابية وخطف أنظار متابع كأس العالم بالرغم من انطلاقتهن غير الموفقة بعد الخسارات التقيلة أمام ألمانيا بناتجة ستة للسفر في افتتاح منفسة المجموعة الثامنة من دور المجموعات وسيكون منتخب سيدات المغرب أمام امتحان صعب عندما يواجه نظيره منتخب فرنسا المصنف ضمن الأوائل عالميا ويمتلك محترفات في صفوف أنذية أوروبية عملاقة وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات تؤكد أن ريناد بيدروس المدير الفني لمنتخب سيدات المغرب استبدل طريقة استعداداته لموقعات منتخب فرنسا بعدما فرض السيرية على التدريبات لتفادي تسريب أي معلومة ربما يستغلها المنافس لمصلحتها طالما أن التفاصيل الصغيرة تكون شديدة التأثير في مثل هذه المباريات الحاسمة وكشف ذات المصدر عن أن المدير بيدروس يستعين بأشريطة فيديو من أجل إعادة مشاهدة مباريات المنتخب الفرنسي رفقة اللاعبات من أجل الوقف على مكامل القوة والضعف بهذا المنتخب الأوروبي العملاق وبعد ذلك اعتماد النهجين تكتيكي مناسب للمباراة أملا في بلوغ الدور الربعي النهائي وتبع اتخذ المدير بيدروس مجموعة من الإجراءات التي أرها مناسبة لضمان تحذير جيد لمباراة فرنسا من بينها منع اللاعبات من التواصل مع الصعافيين حفاظا على تركيز ذهن الموت يفجع لاعبة المنتخب المغرب النسوي انتقالت إلى جوار ربها صباح اليوم الأحد جدة لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم صوفيا بوفتيني وكتبت صوفيا التي تتواجد حاليا بأستراليا رفقة المنتخب الوطني في إطار منافسة مونديال السيدات عبر حسابي على الانستغرام إن لله وإن إلهي راجعون جدتي في دمة الله اللهم ارحمها واغفر لها وتبت حند السؤال وجح لها من أهل الجنة وسيواجه المنتخب الوطني النسوي ناظره فرنسا بعد غدين التلتاء على أرضية ملعب هندمارش بأستراليا ونجح المنتخب المغرب النسوي في إنهاء مرحلة المجموعات من كأس العالم في المركز الثاني عقب انتصاري على كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا والخسارة أمام ألمانيا ويعتبر المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية أول منتخب عربي يمر للدور الثاني من منافسات كأس العالم الفيفا تختار صورة اللابوة الأطلسية فاطمة جنناوت كأجمل صورة في الدور الأول من مونديال السيدات 2023 اخترت الفيفا صورة اللبؤة الأطلسية فاطمة جنوت كأجمل الصورة في الدور الأول من الفيفا 2023 يذكر أن لعبات المنتخب المغرب النسوي حققنا إنجازا تاريخيا بتأهلهن إلى ثمن نهاي كأس العالم للسيدات في إنجاز هو الأول من نوعه إلى الكرة المغربية والعربية إنجاز مغربي غير مسبوك في تاريخ الألعاب الفرنكفونية توجى المغرب بما مجمعه 58 ميدالية خلال الضورة التاسعة للألعاب الفرنكفونية المقامة ما بين 28 من يوليوز والسادس من غشة جاري في كنشاصا لينهي مشاركته لأول مرة في تاريخه في المركز الأول من منافسة هذا الحدث الرياضي والتقافي وأنهى المغرب خلال اليوم الأخير من الألعاب الفرنكفونية التي أقيمت يوم أمس السبت أنهى المنافسة في المركز الأول بحصولها على 23 ميدالية ذهبية والستة عشر في الضياء وتسعة عشر برونزية وهكذا سجلت المملكة المغربية التي لم يسبق لها الفوز بهذا الكم من الميداليات في دورة الألعاب الفرنكفونية رقما قياسيا جديدا في هذا المجال حيث حصلت على 42 ميدالية في ألعاب القوى وتمانية في الجيد وخمس في سباق الدراجات واثنين في المصارعة ومهارة التلاعب بالقراء والسجل المغرب أخر رقما قياسي له في الكودفور عام 2017 بما مجموعه 42 ميدالية وتميزة المشاركة المغربية بإحراز المشاركات المغربيات لغالبية الميداليات أي 34 من أصل 58 مما يؤكد المكانة التي تحتلها المرأة في المشهد الرياضي الوطني وتعرف الدورة التسعة للألعاب الفرنكفونية التي تختتم اليوم الأحد مشاركة حوالي 2500 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة يمثلون 88 بلدا من بينها المغرب الذي يشارك في مختلف الأنواع الرياضية والأنشطة التقافية التي يتضمنها برنامج هذا الحدث هذه أبرز العناوين ولد راقراجي يستعد للمنادات على زياش الجديد لا يصدق بيدروس يفاجئ فرنسا ويتخذ قرارا مفاجئا على لاعبات المنتخب المغربي قبل المباراة الموت يفجع لاعبة المنتخب المغربي النسوي ترجمة نانسي قنقر